من صنعاء أعلنها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ خطة شاملة للحل بإجراءات سياسية وأمنية لم يكشف عن تفاصيلها يومان أنظهم المبعوث الأممي في صنعاء لم تكن حافلة باللقاءات بقدر ما كانت مشحونة بالمواقف المتشددة إذ لم يحتفل الإنقلابيون بالخطة التي عرضها عليهم ولد الشيخ فقد جاءت الإشارة إليها في ذيل البيان الصادر عن اجتماع وفدهم مع المبعوث الأممي وهو البيان الذي تضمن سيلة من الانتقادات للمبعوث نفسه بعض المعلقين الموالين لتحالف المخلوع صالح والحوثي كشفوا عن جانب من هذه الخطة والتي تشمل ترتيبات في رئاسة الدولة وتستهدف موقع الرئيس وصلاحياته تبدو معلومات كهذه وكأنها تعيد إنتاج وضع مشابه لترتيبات الإطاحة بالمخلوع صالح على نحوين دفع ببعض المراقبين إلى التساؤل عما إذا كانت المشكلة في الرئاسة أم في الانقلاب وهل الأمم المتحدة معنية بترتيب وضع الانقلابيين ومكافأتهم الحكومة على لسان المتحدث باسمها نفت تلقيها أي خطة من المبعوث الأممي في مؤشر واضح على استغراق ولد الشيخ في مهمة جلب الانقلابيين إلى الحل السلمي الذي يبدو بالآليات الحالية مستحيلا وبين نفي الحكومة تسلمها للخطة وبين معلومات تثير القلق عن مضمون هذه الخطة التي سلمت للانقلابيين وحدهم تدخل الحرب في اليمن ومعها الأزمة المعقدة حالة من عدم اليقين تصرف الأذهان إلى أكثر الاحتمالات سوءا عوضا عن زرع التفاؤل في هذا الحقل الشائك